ازايكم؟ هنعمل النهاردة شربة البصل سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت ومش مكلفة وطعمها يجنن ولما تجربيها هتعتمديها عندي اربع خمس بصلات متوسطين سلقهم مع الفراخ او اللحمة وانا بسويهم وبحط عليهم اربع كبيات من الشربة في الخلاط واضربهم حلوة قوي وممكن لو ما عندي شربة اسوي البصل في مرأة دجاج مكعبات عادية هتعملي الشربة وحتدي البصل طعم اضرب البصل مع الشربة في الخلاط وزود عليهم معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي ممكن تزودي جبنة كيري او مسلسات او جبنة كريمي عادية واضرب تاني وبعد ما ضربنا الخليط ده في الخلاط هرجعه تاني في الحلة وحطه على النار عشان هيجليه وفي الاسناء دي هحدر طاصة حط فيها معلقة زبدة ومعلقتين دقيق وحمر الدقيق لغاية ما شم ريحته خلاص كده الدقيق بقى جاهز بتحمر ورحته حلوة قوي هحطه على الشربة المغلية ونقلب بسرعة عشان الدقيق ما يكلكعش مننا وحتى لو كلكع ممكن تضربيه تاني في الخلاط او ممكن تعملي الحركة بتاعت الدقيق المتحمرة دي في الاول خالص وتضربيها مع البصل والجبنة الكريمة نطفي عليها ونحط نص معلقة من القرفة النعمة نقلب برضو حلوة قوي القرفة هتاخد وقت عبال ما تدوب بس هتدوب وكده خلاص وميزة شربة البصل رغم ان هي فاخرة وقيمة وطعمها يجند انما مش مكلفة خالص وكل اللي بتحتاجه منك شوية بصل بنغرفها وممكن نزينها بمكسرات او ببصل اخضر او بخضرة وبنقدمها مع عيش بالجبنة المترلة والتوم خبز التوم اللي هو زي بتعبيد زهات كده ويا رب الوصفة تعجبكو اشوفكو الفيديو الجاي ان شاء